بدون شروط مسبقة الرئاسة الأوكرانية توافق على إجراء محادثات مع روسيا هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب في أوكرانيا وبعد أخذ ورد حول مكان عقد هذه المفاوضات جرت توافق على عقدها في مدينة جوميل الواقعة على الحدود الأوكرانية البيلاروسية نحن ذاهبون إلى هناك دون أي شروط مسبقة وبدون أي اتفاق مبدئي بشأن ما يمكن أن تسفر عنه المفاوضات سنذهب إلى هناك للاستماع ونقول ما نعتقده بخصوص هذه الحرب وأفعال روسيا الجانب الروسي أكد أن وفدا روسيا يضم مسؤولين بوزارتي الدفاع والخارجية وصل إلى بيلاروسيا بغية إجراء المحادثات وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه لن يتم تعليق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال هذه المفاوضات لقد تم التعبير عن الرغبة في عقد محادثات قبل يومين من الجانب الأوكراني وقد وفقنا واقترحنا إجراءها في مدينة مينسك في بيلاروسيا وعبر الأوكرانيون عن ترددهم إزاء هذا المقترح وقدموا عدة مدن من بينها وارسو في النهاية وجدنا صيغة متفقا بشأنها بمبادرة من الجانب الأوكراني قبلنا عقد هذه المحادثات في غوميل وهي مدينة بيلاروسيا تقع على الحدود مع أوكرانيا الرئيس البيلاروسي من جانبه دعا أوكرانيا إلى إجراء المحادثة مع روسيا للحفاظ على كيان الدولة الأوكرانية كما تعهد أليكساندر لوكاشينكو بالحفاظ على سلامة الوفد الأوكراني المشارك في المفاوضات منذ يوم أمس كانت هناك اتصالات بهذا الشأن وحاول الأوكران إلقاء اللوم عليه ومنذ اليوم الأول أحاول الوقوف بين الجانبين لكن هناك تحركات حدثت تزامنا مع محاولة إيجاد مخرج للحرب الدائرة في أوكرانيا دول القارة الأوروبية تصاعد من مسلسل الضغوط على روسيا تدابير جديدة تتخذها دول أوروبية تشمل إغلاق المجال الجوي أمام الطائرة الروسية وبعد هذا الإجراء يواجه الطيران الروسي منطقة محذورة كبيرة في القارة الأوروبية الأمر الذي يدفع روسيا إلى البحث عن مصارات جوية جديدة وتنظف هذه التدابير المشددة إلى سلسلة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف المؤسسات المالية الروسية ترجمة نانسي قنقر